لم تحسم اللقاءات المتتالية بين رئيس الجمهوري والرئيس المكلف أي من النقاط المتعلقة بالحكومة الجديدة بعد النقاش لا يزال يخضع لمد وجزر وهو لم يتخطى بعد توزيع الحقائب على الطوائف وتأجيل اللقاء الرابع بين الرئيس عون والرئيس المكلف إلى الاثنين يعني أن الأمور لا تزال تحتاج إلى وقت وإلى عمل أكثر وهو ما بدد أمال مقاطي بتشكيل الحكومة قبل الرابع من أب الثالثة لم تكن ثابتة ومصادر القصر الجمهوري وفي مؤشر واضح لمصار الأمور لخصت الأجواء بعد الاجتماع الثالث بالقول صحيح أن النهج تغير وأن هناك نية في تأليف حكومة وأن الرئيس المكلف حريص على الشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية لكن عليها أن يخرج من المرتكزات التي حددها الحريري في آخر تشكيلة عرضها على عون قبل الاعتدار من دون أن يعني ذلك أنه متمسك بهذه المرتكزات كما تقول مصادر بعبدة في أي حال الإيجابية تبدو حتى الآن تغليف شكلي لسلبية غير معترف فيها بعد فالعقدة كما ذكرنا بالأمس لا تزال وزارة الداخلية وسط مطالبة باسيل بضمانات خوفا من سيناريوهات قد تؤثر عليه في الانتخابات النيابية إذا بقيت حقيبة الداخلية مع السنة وتكشف المصادر أن الكلام الذي أدل به باسيل في إطلالاته التليفزيونية عن سقوط المداورة في الحقائب إذا بقيت المالية مع الشيعة والذي يعني قبوله ببقاء الداخلية مع السنة لم يلمسه ميقاتي حتى الآن في لقاءاته مع رئيس الجمهورية بحسب المعلومات حمل الرئيس ميقاتي إلى بعبدة في الاجتماع الثاني أسماء اقترحها للحقائب السيادية الأربعة الداخلية والخارجية والدفاع والمال إضافة إلى أسماء مقترحة لحقبتين يعتبرها مهمة في المرحلة المقبلة وهي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية التي ستعنى بالبطاقة التمويلية لكن الرئيس عون طلب مزيدا من الوقت لدراسة الاقتراحات ولم يحصل اتفاق من اليوم حتى الاثنين ستتكثف اللقاءات غير المعلنة يعتمد ميقاتي على ضغوط قد تمارس في أكثر من اتجاه لتحقيق خرق في جدار الدأليف ورئيس الجمهورية يعتمد على إيجابية ميقاتي وليونته ولكن من يلتفت إلى الناس وأوجعهم ترجمة نانسي قنقر